شعتا رحمة بضحكته البريئة ونفسه المفعمة بالأمل والحيوية يقابلنا الصيدلاني هايل السودي الذي يتميز بحالة نادرة وهي أنه يبدو في عمر العاشرة بينما هو في الثلاثين من عمره وذلك إثر حادث سقوط قديم تسبب في توقف نموه هايل السودي عمري ثلاثين سنة حصل عندي نقص في الغدى النخامية بالتالي توقفت الهرمونات وبعض الغدى الكاظرية والغدى الدرقية بنسبة بسيطة توقف عندي النمو وأنا في سن العاشرة طبعا ليس وراثي ليس وراثي وإنما يعني بالله خلل بسبب أنه حصلت لي حادثة سقوط من الدر الثاني كثير من الناس لا يصدقون في البداية أن هذا الطفل الصغير قد أكمل التعليم الجامعي وهو في الأصل شاب ثلاثيني ولكن وبعد الحديث معه يتبين لهم حكمته وفهمه وأنه رجل يافع يحلم ويسعى ويحقق كل ما يريد أنا أشعر أني مميز لأنني واصلت دراستي وحس على شهادة دبلوم وشهادة بكالاريوس في الصيدة له وكنت من المتميزين الحمد لله وكان يعني إقبال الناس علي أن يحبوني كل من تعرف عليه كان يعني يحبني وهذه يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى أنه أعطى أعطالي حب في المجتمع فالقليل منهم من يستصغره سلام من عمق السلام النفس مع التحية النفس مع التحية النفس يتميز هايل بمواهب متعددة في التمثيل والغنى وصوته الجميل يصدح به أينما ذهب يستمتع الجالسون معه بحسه الفكاهي وصوته الرنان كما قام بإنشاء أعمال صوتية مع بعض الفنانين وأنشأ قناته الخاصة على اليوتيوب لإضافة أناشيده التي يحب لا أصبره حتى يراكم ناظرين أعمال صوتية مع بعض الفنانين وكذلك عندي طموح أن يواصل دراستي إن شاء الله واصل دراستي الماجستير والدكتورة من يوم ما أعرفت نفسي في هذه الحياة وهائل في هذه الحالة في هذا الشكل من الشباب المتميزين المثقفين الأذكاء وحق طموح في حياته وأنجز شكله في دراسته في جامعة لوما درس كان ذكي وطالب مثالي وهو من الموهبين الذي عنده موهبة الصوت يطربنا بصوته يسعى هائل إلى الاستمرار في التعليم أكثر وتنمية مواهبه في التمثيل والغناء لينضم إلى بعض الأعمال الدرامية على القنوات التلفزيونية ويحب أن يوجه رسالة مفادها أن الإنسان لا بد أن يسقل ذاته ويسعى لتحقيق أحلامه بما حباه الله من مواهب وإبداعات أزهار علي لبرنامج صباحكم أجمل صنعا